اصدر ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري تعميما بمنع اي جهة امنية او عسكرية من توقيف عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها بقوات الحكومة الا بموجب مهمة رسمية صادرة عن مكتب امن الفرقة او سرية الشرطة العسكرية التابعة لها ما تزال الفرقة الرابعة بقوات الحكومة السورية والتي يقودها ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري مثار جدل بين عامة السوريين منذ بداية الازمة عام 2011 وحتى قبل اندلاعها سواء بالنسبة للامتيازات التي تحظى بها الفرقة عن سواء من التشكيلات او فيما يخص الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ماهر الاسد اصدر تعميما بمنع اي جهة امنية او عسكرية من توقيف عناصر الفرقة الا بموجب مهمة رسمية صادرة عن مكتب امن الفرقة الرابعة او سرية الشرطة العسكرية التابعة ايضا بدورها للفرقة وذلك على خلفية خلافات واشتباكات جرت بين عناصر الفرقة الرابعة وعناصر من عدة تشكيلات عسكرية وامنية اخرى في عدة مناطق المرصد السوري لحقوق الانسان اوضح ان التعميم جاء على خلفية خلافات واشتباكات مسلحة بين عناصر الفرقة وعناصر اخرين من القوات الحكومية في مناطق ريف دمشق وفي ريف حمص ضمن البادية السورية اضافة لمناطق في دير الزور وريفها مبينا ان التعميم يهدف للتغطية على عناصر الرابعة وحمايتهم وعدم تعرضهم للمسائلة وبحسب المرصد فان اشتباكات عنيفة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت في السابع من ابريل نيسان الماضي في ريف دير الزور الغربي بين مجموعات تابعة لما يسمى الدفاع الوطني من جهة وعناصر من الفرقة الرابعة وما يسمى بلواء الباقر من جهة اخرى من اجل السيطرة على معبر بلدة عياش واغلاقه واحتكار تهريب المحروقات وتمكن عناصر الدفاع الوطني التابع لقوات الحكومة حينها من اسر 12 عنصرا من الفرقة الرابعة ولواء الباقر والاستيلاء على سيارة دفع الرباعي مزودة بسلاح متوسط كما قتل عنصر من الفرقة الرابعة برصاص الدفاع الوطني في حي الجورة بمدينة دير الزور في 21 من شباط فبراير الماضي وحول هذا الموضوع ينضم الي من برلين عبد الرزاق الصبيح صحفي وناشط صياسي اهلا ومرحبا بك سيد عبد الرزاق اذا اليوم تعميم بمنع التعرض لعناصر الفرقة الرابعة من اي جهة باستثناء ما هو تابع للفرقة الرابعة ما مواشرات هكذا تعميم نعم عندما يغيب قانون الدولة ويحكم قانون العائلة فلا غرابة من اي تعميم او من اي قرار يصدر من هذه الجهة او من تلك في الواقع امس اصدر اللواء الركن ماهر الاسد قائد الفرقة الرابعة شقيق بشار الاسد تعميما يقضي بمنع توقيف اي عنصر او ايا كان من عناصر الفرقة الرابعة الا بموجب مذكرة من الشرطة العسكرية التابعة للفرقة او من امنها يذكر ان لهذه الفرقة شرطة عسكرية خاصة بها وقضاء خاص بها وقوانين خاصة بها ولا تسري عليها قوانين الدولة نعم تماما كما فعل رفعة الاسد شقيق حافظ الاسد في ثمانينيات القرن الماضي عندما اطلق يد سرايا الدفاع وسرايا الصراع في الثمانينيات من القرن الماضي وقتلت وارتكبت افضع المجازر في تلك الفترة عشرات الاف السوريين قتلوا في مدينة حماء وفي غيرها في الواقع خلاف ماهر الاسد اليوم هو مع زوجة بشار الاسد اسماء الاسد وليس مع ماهر الاسد قبل ان نتطرق الى هذا الخلاف سيد عبد الرزاق اليوم تتحدث عن ان هذه الفرقة لها شرطة عسكرية خاصة بها ومحاكم خاصة بها وتشكيلات او مؤسسات اخرى خاصة بها اذا اليوم نحن امام جيش داخل جيش ان صح التعبير نعم تماما سنت هو جيش داخل جيش وكيان داخل كيان في الواقع هذا الكيان لا سلطة للحكومة عليه ولا سلطة لبشار الاسد عليه انما هو في سلطة مطلقة لماهر الاسد وهي سلطة عسكرية مطلقة بالاضافة الى سلطتي العسكرية لديه اذرع اقتصادية ايضا في سوريا وهذه الازرع في الواقع بدأت تتضارب مع ازرع اخرى لأسماء الاسد نعم نعم يعني هذا الصراع بين ماهر الاسد وبين زوجة شقيقه بشار الاسد اسماء هو صراع على السلطة ام صراع على الانفراد بالموارد الاقتصادية والمالية وما الى ذلك نعم تماما هو صراع على المال وعلى الثروات الموجودة خلال الفترة الماضية كانت اسماء الاسد قد استولت على كبرى الشركات الاقتصادية وعلى الشركات تابعة لرامي مخلوف الواجهة الاقتصادية لالاسد اسماء الاسد سيطرت على شركات الخليوية وبعض الاستثمارات وكبرى الشركات واصبحت تحت سيطرتها بشكل تام وهذا الامر ازعج في الواقع ماهر الاسد الذي لديه اذرع اقتصادية اخرى وبدأت تتضارب المصالح في العائلة الواحدة التي في الواقع تحكم بلد وتعتبر هذا البلد هو عبارة عن مزرعة ولكل شخص حص في هذه المزرعة في الواقع هناك حقد من الدائرة الضيقة لبشار الاسد على اسماء الاسد وعلى عائلتها بشكل عام والد اسماء الاسد هو احد كبار رؤساء الاموال في سوريا وفي الواقع يتحكم لديه هناك تجارة حصرية يتمتع بها وبعض المواد لا تدخل الا عن طريق فواز الاسد والد اسماء الاسد وفي الواقع تضارب المصالح هو ما دفع إلى خروج هذه المشاكل إلى العالم قبل يوم تقريبا كان هناك صدور لقرار أيضا باستبعاد اسماء الاسد ولا يمكن فصل ما يجري اليوم عن قرار استبعاد زوجة بشار الاسد وكان قد صدر تعميم من موقع رئاسة الجمهورية وهو للمرة الأولى الذي يصدر قرار بهذا الشكل وبهذا النوع حيث قال القرار بأنه تم استبعاد اسماء الاسد بسبب مرضها مع العلم بأنها أعلنت قبل خمس سنوات بشفائها بشكل تام من مرض السرطان الذي أعلن عن إصابتها به اليوم هل يخشى بالفعل ماهر الاسد وبقية أفراد العائلة من النفوذ المتصاعد لأسماء داخل أجهزة السلطة والهرم الاقتصادي؟ نعم في الواقع لم تكتفي أسماء في استيلائها على الشركات الاقتصادية وأصبح لديها أذرع اقتصادية وإنما حاولت التمدد باتجاه السياسة وأكثر من موقع كانت تحضر به وأكثر من مكان كانت تحضر به ومن المفترض أن يكون هناك رجال سياسيين أو حتى بشار الأسد أصبحت تحضر عنه في أكثر من مناسبة وهذا الأمر أيضا ربما يقلق ماهر الأسد ويقلق الدائرة الضيقة منها وكان قبل فترة تقديمها لولدها في الواقع قبل فترة ذهب إلى روسيا بصفة تقريبا شبه دبلوماسية أو شبه رسمية وتحاول أسماء أيضا أن تصدر ولدها على أنه الوريث لبشار الأسد في المستقبل وهذا الأمر يزعج ماهر الأسد ويزعج الضائرة الضيقة لبشار الأسد نعم سيد عبد الرزاق قبل فترة كان هناك تسريبات عن حالة تسمم أو تسميم متعمد للمدعو يسار إبراهيم الذي يعرف بأنه الذراع الاقتصادية لأسماء الأسد ومن يحرك مكتبها الاقتصادي السري هل هذا مرتبط اليوم بين الصراع بين أسماء وماهر؟ نعم تماما بالنسبة لتسمم يسار إبراهيم وهو المدير المالي لشركات أسماء الأسد له علاقة مباشرة فيما يجري ولا ننسى قبل فترة هناك في الواقع على لسان كبار المحسوبين على ماهر الأسد هناك حالة تذمر من أسماء الأسد وظهرت في أكثر من موقع وحتى هناك بعض الفيديوهات التي ظهرت لأشخاص موالين لنظام الأسد وأظهرهم على أنهم معارضين أشاروا بشكل مباشر إلى أسماء الأسد وبأنها باتت تستحوذ على السلطة وتريد الانتقال إلى السلطة أيضا وهذا ظهر جليا خلال الفترة الماضية هناك ترابط في الأحداث وحتى مساء أمس كان هناك حركة غير طبيعية في منطقة المهاجرين في المنطقة التي يتواجد فيها قصر بشار الأسد ومنطقة أمنية ومنطقة عسكرية كان هناك حركة غير طبيعية بالنسبة للآليات للدخول والخروج وحركة الضباط المحسوبين على ماهر الأسد والمحسوبين على بشار الأسد بحسب أشخاص موجودين في المنطقة بحسب في الواقع الشهود عيان أكدوا أن هناك حركة غير طبيعية في منطقة المهاجرين ما الذي يرجح اليوم كنتيجة من هذا الصراع هل تنتصر ضغوط ماهر الأسد في إقصاء أسماء الأسد عن المشهد أما أن الخلافات ربما تأخذ منحا آخر قد يتطور إلى خلاف بين الشقيقين في الواقع لا يمكن لبشار الأسد أن يبقى مكتوف الأيدي حتى هذه اللحظة بشار الأسد غائب تماما عن هذه الخلافات ربما في الفترة اللاحقة يتدخل بشار الأسد ليس طواعية وإنما بضغط دوله وضغط من حلفائه حتى يبقى ويظهر كأنه يظهر بمظهر الرئيس والذي يتحكم في مفاصل الدولة ربما يعاد التاريخ كما قام حافظ الأسد قبل عشرات السنين بطرد رفعة الأسد من سوريا بعد كبرى المجازر التي ارتكبها بحق الشعب السوري وكبرى السرقات ربما يلجأ بشار الأسد إلى استبعاد ماهر الأسد ولكن لا أظن أن بشار الأسد أقوى من ماهر الأسد ربما تختلف المعادلة في هذه المرة كون بشار الأسد ضعيف في الواقع وماهر الأسد يتحكم في معظم مفاصل الدولة العسكرية ولا يستطيع بشار الأسد السيطرة عليه ولا ننسى أكثر من 13 عام من الحرب في سوريا بشار الأسد منهك وغير مقبول لا دوليا ولا داخليا ولا خارجيا وربما يتطور هذا الصراع ويطغى أحدهما على الآخر ولا نستبعد أن يكون في وقت قريب جدا نعم من برلين عبد الرزاق الأصبيح صحفي وناشط سياسي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات